بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من سلسلة سؤال الجواب السلسلة اللي بنجاوب فيها الأكبر قدر ممكن من الأسئلة اللي سألت على الحلقات اللي فاتت ومن غير أي مقدمات كتير يلا بينا نبدأ طالما دي أسرار دول ما يمكن فيه دول بتصنع صاريخ نووية من غير محد يعرف يعني قوانين منع الأسلحة النووية ملوش لازمة وحبر على ورق للي مش فهم السؤال فاحنا في حالة الأسئلة اللي فاتت قلنا إن تفاصيل تسليح الجيش سر ومحدش المفروض يعرف إيه الأسلحة اللي معا جيشك وإيه اللي مش معاها لإن دي أسرار عسكرية ومهمة العنصر المفاجأة فالسؤال هنا بيقول طالما الموضوع ده سر ومحدش يعرف إيه الأسلحة اللي معايا ليه ما تسلحش بصواريخ نووية ما هو كده كده محدش يعرف وبالتالي محدش برضه هيعرف إني بخالف القوانين الدولية والله ماشي لو عندك التكنولوجيا والخامات والعلماء والمهندسين والفنيين والخبراء اللي يقدروا ينفذوا لك حاجة زي كده يبقى روح يا باشا صنع الأسلحة اللي انت عاوزها انت مش محتاج إنك تاخد رأي حد أصلا اعمل أسلحتك النووية في السر ولما ييجي وقت الجد حطهم في الأمر الواقع ومبروك عليك عنصر المفاجأة لقوا إيه ده مش أي عنصر مفاجأة دي مفاجأة نووية تخيل انت واحد كده رح يبلطج عليك تروح تفجأه بسلح نووي هيلف ويرجع تاني ولكن السؤال هنا هل انت عندك كل اللي قلناه من شوية يعني هل عندك التكنولوجيا والخامات والعلماء والفنيين والمهندسين أهي هي دي المعضلة الدول اللي معها كل الإمكانيات دي قليلة جدا فبتضطر إن هي تجيب كل الإمكانيات من بره وطبعا إنك تجيب كل الحاجات دي في السر أمر مستحيل العالم كله بيرقب بعضه يعني مثلا للعناصر المشعة اللي بتستخدم في الأسلاحة النووية دي مش هتقدر تجيبها في السر لإن الدول اللي عندها العناصر دي وليلين جدا ومترأبين كل شحنة بيكون معروف فيها إيه ورايحة المين أو جاية من مين فلو جبت عناصر بتستخدم في أسلاحة نووية هتتعرف ودي أول عامل وقع نشوف العامل الثاني الخبراء والعلماء والمهندسين هل انت عندك الناس دول اللي هيقدروا يصنعوا لك السلاح بنسبة كبيرة لا وما اللي انت فاكر ان فيه مصنع بيصنع السلاح اللووي لا فيش الكلام ده يعني مش هتحط فيه الخمات من ناحية هتطلع لك من ناحية تانية قنبلة نووية لا دا عاوز ناس فاهمة وبنسبة كبيرة انت معندكش الناس الفاهمين دول وهتضطر انك تجيبهم من برة برضو من دول عندها خبرات نووية فمعلش يعني مين هيرضى يديك خبراء من عنده ليه أنا أديك حاجة هتخليك في نفس مستوى قوتي ولو حد رضي يبقى أكيد عاوز منك مصلحة وأكيد المصلحة دي هتكون بنفس حجم مصلحة السلاح النووي يعني حاجة كبيرة وأكيد هتتفضح آدي تاني عامل راح نخش على العامل التالت التكنولوجيا هل انت عندك التكنولوجيا والأجهزة والمعدات اللي هتستخدم في تصنيع الأسلحة النووية أكيد ما عندكش ده انت ما عندكش الخبراء يا عم هيبقى عندك التكنولوجيا فهتضطر انك تستورد الأجهزة دي من برة وطبعا دي معدات حساسة يعني استرادها مش بيكون بالسهولة اللي احنا بنحكيها دي سينو وجيمو وليه ومش ليه وفايدتها ايه وهتعمل بيها ايه وليلة كبيرة ولكن نفرض جدلا يعني انك بالفعل عندك كل الحاجات دي عندك تكنولوجيا وأجهزة ومعدات وخبراء ومهندسين وعلماء وليلة كبيرة تفتكر لو انت عندك كل ده ومعروف ان عندك كل ده العالم هيسيبك في حالك ده انت هتكون تحت الميكروسكوب 24 ساعة وهتلاقي المفتشين نطين عليك كل شوية عايزين نفتش يا راجي ده العراق اللي ما كانش عندها الحاجات دي المفتشين حلفوا براس ابوهم ان هما لازم يخش يفتشوها وهي ما عندهاش وما لو كان عندها كانوا يعملوا فيها ايه كل ده وإحنا وجبناش سيرة القوانين الدولية اصلا مش هي دي المشكلة وخلي بالك تحليلنا الموضوع امتلاك السلاح النووي هيفضل تحليل سطحي مهما حللنا ودققنا وفصلنا برضو مش هنعرف نخش لأعماق الموضوع لاننا مواطنين عاديين يعني اللي احنا قلنا ده كله قشور هتلاقي الخبراء والعسكريين عندهم كلام تاني اكتر بكتير عن صعوبة امتلاك السلاح النووي ليه امريكا مركزة على نفط الشرق الاوسط ومش مركزة على دولة زي فينزويلا الفقيرة واللي عندها احتياطي نفط كبير اولا بس مين قالك ان امريكا مش مركزة مع فينزويلا لأ مركزة معها جدا وبتدعم المعارضة اللي فيها ضد الحكومة الحالية ولو نجحت في اللي هي عوزها ففنزويلا حرفيا هيحكمها رئيس هو لعبة في ادن امريكا ده اولا ثانيا وده الاهم فنزويلا ما عندهاش غير البترول اللي تهتم بيه هتقارنها بالشرق الاوسط اللي فيه موويل تاني غير البترول امريكا مش بس مركزة مع الشرق الاوسط عشان البترول ولكن عشان زي ما قلت في حلقات كتير فاتت الشرق الاوسط هو اهم منطقة على الارض على مدار التاريخ القديم والاوسط والحديث اللي بيسيطر على الشرق الاوسط هو اللي بيسيطر على العالم وهنروح بعيد ليه تعالي عم نتكلم بالادلة التاريخية نبدأ بالتاريخ القديم اقدم واقوى الحضرات في التاريخ القديم بدأت في الشرق الاوسط السوماريين والمصريين والفنقيين والاشوريين وغيرهم كتير انهاروا دول وجي مكانهم الفرس اللي اول حاجة عملوها انهما بصوا على الشرق الاوسط عوزين يحتلوه علشان يلقوا في الشيهم اليونانيين هم كمان بيتعاركوا معهم على سلطة الشرق الأوسط انهار اليونانيين وجي مكانهم الرومان اللي استكملوا صراعهم مع الفرس لحد ما جيه العرب والمسلمين اللي احكموا سيطرتهم على الشرق الأوسط وبقوا هم أقوى شعب في العالم اللي هو العصر الزهبي للإسلام ولكن انهار العرب والمسلمين وفضل الشرق الأوسط ما بين الصراعات لحد لما جيه العثمانيين اللي سيطروا على الشرق الأوسط وبقيوا ع تولة الكوكب أقوى إمبراطورية على الأرض ساعتها لحد لما ضعفوا وسلموا الرايا لأوروبا أوروبا تسكت؟ أبداً لازم تكمل قوتها بالسيطرة على الشرق الأوسط فرنسا وإنجلترا احتكروا الليلة هناك وفضلوا على الحال هذا لحد الحربين العالميتين الأولى والتانية لما سلموا الرايا لأمريكا اللي لسه مسيطرة على الشرق الأوسط لحد وقتنا هذا ولكن كانوا مسيطرين عليه كده بكل سهولة؟ أبداً لأن السوفيت كانوا عايزين هما يبقوا أقوى قوة في العالم بأنهم سيطروا على الشرق الأوسط ولكن ما عرفوش في الحرب البردة واخد بالك أنت إيه اللي بيحصل؟ كل إمبراطورية قوية جاءت التاريخ لازم تلاقي بصمتها في الشرق الأوسط لازم وخلي بالك هما مش سيطروا على الشرق الأوسط عشان هما أقوياء ولكن هما أصبحوا أقوياء بعد سيطرتهم على الشرق الأوسط الشرق الأوسط عمره ما كان بتروله بس دي منطقة تعتبر قلب الكوكب وكل من نقول إن خلاص ما بقاش لها أي لازمة التاريخ يوثبت لنا إن هي هتفضل القلب وبعدين في حاجة تاني مهمة ماشي فنزويلا عندها أكبر احتياط بترول في العالم بس صباح الفل يعني أنت عندك في الشرق الأوسط في شوية دول لو جمعناهم على بعض هيكلوا فنزويلا أكل من حيث البترول يعني حتى في البترول الشرق الأوسط كسبان هل ممكن للدول أن تنشر قوات في القطب الجنوبي؟ لا ممنوع ده فيه معاهدة دولية بكده اسمها معاهدة أنتراكتيك أو أنتراكتيك تريتي اتوقعت سنة 1960 المعاهدة دي بتنص على أن القطب الجنوبي أشبه بالمحمية الطبيعية أو زي ما موصوفة بالنص في المعاهدة محمية علمية ممنوع فيها النشاطات العسكرية تماما وممنوع فيها بالتحديد تجارب الأسلحة النووية ودفن النفايات النووية وأي نشاط ملوس من النشاطات الحديثة دي هم معتبرين أن القطب الجنوبي ده يعني لسه على الفطرة نضيفه نقي وما فيهوش أي نوع من أنواع الملوسات ومش عاوزين يخلوا فيه أي نوع من أنواع الملوسات يا رجل ده القطب الجنوبي من كتر ما هو محمي مش مبني فيه أي مطارات أصلا علشان المطارات مبنى عملاق وبناءه ممكن يلوس المكان مع الوقت ده غير أن هو ممكن يفتح باب من النشاطات الثانية ما يتقفلش يبقى خلاص نتدها من الأول لدرجة أن الطيرات اللي بتروح هناك بتهبط على مهبط جليدي مش أسفلت زي بقي مطارات العالم بطيرات مصممة مخصوص لحاجة زي كده للقطب الجنوبي بالتحديد الطيرات دي لو معرفتش تهبط هناك عادي ممكن تلف وترجع من المكانة اللي جات منه من غير ما تعمل هبوط علشان هي مصممة أن هي تعمل رحلة زهاب وعودة بيدون الحاجة إلى توقف ودي مش أي طيارة تعملها في العادي الطيرات كلها بتعمل رحلة زهاب بعدكها تتوقف تعبي بنزين وشوية صيانة ومتابعة بعدكها تعمل رحلة العودة طيارات القطب الجنوبي لا عادي يا معلم ملف نفس اللفة ده غير باقي التجهيزات اللي بتحميها من التجمد في القطب الجنوبي واللي لو فتحنا فيها مش هنخلص ويقال برضو أن القطب الجنوبي مش بس ما فيهوش مطارات ده كمان ما فيهوش موانق بحرية بس المرة دي مش عشان يحافظوا عليه إنما علشان هو لا يصلح لبناء موانق أصلا أي منطقة متجمدة صعبة بناء الموانق فيها زي المناطق المتجمدة في روسيا هل تتوقع أن الزكاء الصناعي هيدخل في الجيوش ويش ويش هيخش في الاستخدامات العسكرية فكل حلقاتنا اللي فاتت دايما كنا بنقول إن أي اختراع جديد لازم يخش في الاستخدامات العسكرية والAI مش استثناء يمكن دلوقتي معدناش تصور إزاي هيتم استخدامه عسكريا بس طبيعي إننا منعرفش لإننا مش خبراء عسكريين فلما الخبراء يخشوا في الليلة دي هتشوف البدع ممكن مثلا يستخدم في مجالة طيران تلاقي طيارات بدون طيار فأنت هتقول لي وهي دي محتاجة AI ما بالفعل فيه طيارات بدون طيار لا مش الدرونز طيارات طيارات اللي هو المقاتلات يعني تخيل دي لو اشتغلت بدون طيار الAI هو اللي بيقودها وبيتحكم فيها وبيستخدم الأسلحة اللي فيها يحدد الأهداف ويرائبها ويحللها ويصدها طيارة عسكرية بدون أخطاء بشرية ده نهار أبيض يا أستاذ ممتاز وتخيل معايا كمان الدبابات يقودها الAI أو أسلحة المدفعية أو أي أسلحة تاني تبقى بتقاد بالAI عارف الميزة في ده كله إيه؟ إنك هتوفر كم مهول من القوة البشرية اللي مش هتكون محتاجة إنهم يقودوا الأسلحة دي وخلي بالك كل اللي احنا بنقول ده هو تعديلات على أسلحة موجودة بالفعل ما بالك الأسلحة اللي هيتم إنشاءها من الأول للآخر بناء على الAI هنخش هنا في لفل الخيال العلمي ده غير إن فيه حاجة تاني مهمة جدا الAI دلوقتي يعتبر بدائي ده لما يتطور ويبقى زكاء اصطناعي بحقه حقيقي خراب يا زميلي وعلى ذكر الجنود مش يمكن يتصنع جنود ويتحط فيهم زكاء صناعي وبكده يبقى عوضنا أكبر عجز بيحصل في الجيوش اللي هو عجز القوة البشرية كل حاجة ممكن تتعوض إلا القوة البشرية بعد الAI حتى القوة البشرية هتتعوض كلام أوفر صح؟ يا بشا جدك من خمسين سنة كان بيقول على كل الحاجات بتاعد دلوقتي أوفر وهي حصلت وده نهي هنشوف في المستقبل إيه اللي هيحصل التطور في الأيام دي سريع بصورة مبالغ فيها إحنا هو اللي في العشينات والثلاثينات بنقول النزامان الحياة كانت متخلفة وإحنا زي ما بقولك عشينات ثلاثينات اللي هو يعني ما لما نوصل الستين والسبعين الظاهر كده إن المستقبل هيكون مخيف سمعت إن فيه حزب نازي لحد اليوم بس ضعيف لا مظنش اللي أنا عرفه إن النازية وهتلر خط أحمر في أوروبا كلها مش بس في دولة معينة هناك يعني حتى لو على سبيل الهزار والدعابة ممنوع دي جيب سرتهم هو بس في الحلقة اللي فاتت حصل شوية لبس في سؤال معين بس المتابعين في التعليقات أموا بالواجب ممكن يكون فيه بعض الناس اللي عندهم ميول للنازية بس عمرهم ما يقدروا يظهروا ميولهم دي على العلن فيه بوست أو فيديو أو ريل يعني قبلني كده بالصدفة حتى مش عارف إذا كان حقيقي ولا هزار البوست ده فيه تصويت الألمان على أكثر شخصية هم متأسرين بيها وكان فيه كذا اسم وفي الآخر خالص فيه اسم كده شخص آخر بحيث إنك لو مش عجبك الأسماء المحطوطة ممكن تختار شخص آخر دي يعني فهم اللي هو ولا واحد منهم ما نفيه حد تاني خالص هو اللي مأثر فيه وستين في المية من التصويت اختاروا الشخص الآخر اللي هو وش يعني قصدهم على هتلر يعني فينا ياس متأسرين بالنازية وهتلر لحد وقتنا هذا ولكن في السر وبكرر تاني في الغالب التصويت ده كان ترول وغير حقيقي هو بس يعني كشكله مضحك فقلت احكيه لكم وشكرا جدا ليك على الهدية لتاني حلقة يا محمد سعيد سؤال من الملازم سعد سيادة المشير ما هي توقعاتك للسيناريو انهيار الدولار الأمريكي آآ ما ظنش إنه هينهار هو حاكيني حاجة زي كده في حلقات الأسئلة اللي فاتت انهيار الدولار مش بالضرورة معناه إنه هو يتحول إلى عملة عديمة القيمة تماما ولكنه هيتحول من عملة مهيمنة إلى عملة عادية فيه حاجات كتير بتنفسها وده السيناريو مش محتاجين نتخيله لأنه حاليا بيحصل بالفعل فيه عملات كتير بدأت تحل محل الدولار لسه لم يتغلبوا على الدولار ولكنهم هيتغلبوا عليه في المستقبل ولكن هلها يختفي تماما لا مش دلوقتي خالص ولا حتى في المستقبل القريب أصل أمريكا يا اخوانا اقتصادها قوي جدا وفيها شركات هي الأكبر في العالم تجارة رايحة جاية بضايع متدولة في كل حتة والدول الأجنبية واسقين فيها دي مش مقاومات دولة عملتها تنهار أنا شخصيا لما بعجز عن تخيل السيناريو لحدث معين بلجأ للتاريخ لإني مؤمن إن التاريخ بيعيد نفسه ودراستنا للتاريخ بتعرفنا المستقبل بس المشكلة في الحالة دي إن يكون في عملة ورقية واحدة هي اللي العالم كله بيتعامل بيها دي ما حصلتش أبدا قبل كده في التاريخ حصلت ولكن مع العملات المعدنية الدهب والفضة زمان ودول ما ينفعش ينهاره دول الأصل إنما عملات ورقية فدي ما عنديش لها تاريخ ألجأ له علشان يعرف بيها المستقبل بتاعها أصلا عاوز أفهمك حاجة برضو لم يسبق في أي حقبة في التاريخ إن في شعوب اتعاملت مع بعضها بالورق حرفيا ورق الدولار راح واللاجه فهو ورقه على مدار التاريخ البشري عملتنا إما المقايدة أو العملات المعدنية ذات القيمة إنما ورق ما حصلتش أبدا دي فسيناريو الإنهيار التام للدولار هيكون هو السيناريو المبدئي اللي باقي الأجيال هتعتمد عليه في المستقبل عشان تحدد مصير باقي العملات يعني الدولار هيكون هو المرجع يقولك ده حصل زمان مع الدولار وهيحصل مع كذا ولكن إحنا لحد الآن ما عندناش المرجع ده فإيه اللي هيحصل للدولار يخليه كده صفر الله أعلم شكرا لك كتير على الكمل هائل من المعلومات متابعك من بريطانيا شكرا لك على الهدية يا I am who I am سمحني مش لقي اسمك الحقيقي وشكرا لك على الكلام الجميل وأهلا بيك وبكل اللي بيتمعونا من بريطانيا كيف تحمي قناتك من التهكير ما تدسش على أي لينك ما بعض لك أي لينك ما بعض لك من أي مكان تجنبه بكل الطرق يعني لو حد بعت لك لينك على الواتس أو المسينجر أو تيليجرام أو أي منصة من منصات الشات فكك منه حتى لو كان الشخص اللي بعت لك اللينك ده مضمون وانت عرفه وحفظه ليه؟ لأن الحد المضمون ده ممكن يكون هو أصلا متهكر أصل الاختراق الأيام دي متطور جدا لما حرامي يخترق حد مش بيكتفي بس إن هو يسرقه ده كمان بيستخدمه كوسيلة لاختراق ناس تاني خلاص أنا هكرتك وسرقتك أسكت على كده؟ أبدا هبعت من حساباتك رسائل لأصحابك اللي بيسقوا فيك وفيها لينكات اختراق فهم علشان بيسقوا فيك هيدوسوا على لينكات الاختراق فهم كمان يتسرقوا يسكت رهاكر على كده؟ أبدا برضه يقوم يستخدم حسابات أصحابك دول علشان خاطر يبعت رسائل لأصحابهم وأصحابهم يدوسوا على لينكات وهم كمان يتسرقوا فيبعتوا لينكات لأصحاب صحابهم وهكذا سلسلة من السرقات لو تفتحتنا بتنتهيش علشان كده في بعض الأحيان بتلاقي صفحات مشهورة جدا على فيسبوك منزلين بوستات ولا ستوريهات ولا ريلز غريبة جدا مالهاش علاقة بمحتوى الصفحة أصلا مال صفحة عشاء ليونيل ميسي بفستان هيفاء وهبي فعلا مالها ومالك كلام ده هي بس مخترقة والمتابعين اللي هيدوسوا على اللينكات الغريبة دي هيتم اختراقهم وتبدأ سلسلة الاختراقات يا معلم اللي حكينا عليها من شوية وده نوع الاختراق اللي بيكون بسببك انت انت الغلطان فيه فيه اختراقات بيكون مالكش أي زنب فيها زي تسريب بيانات المستخدمين مثلا المنصة نفسها اللي انت عامل عليها أكاونت هي اللي بتخترق وبياناتك اللي عليها بتتسرق ده عيب المنصة مش عيبك وقانونيا يجوز ليك انك تقاضيها وتاخد تعويض عن السرقة اللي حصلتلك ولكن طبعا مش في كل مكان الموضوع ده بيحصل وفيه برضه طرق تاني للاختراق انت ملكش زنب فيها بس دي يعني هاي ليفل مش بتستخدم الاختراق الناس العاديين دي بتكون الاختراق الشركات الكبيرة او الاختراق الدول او الحكومات زي مثلا ان حد يبعت لك رسالة على منصة التواصل وانت بس يا دوب فتحت الرسالة ما دوسش على اللينك انت فتحت عملتي سين مش اكتر ولكن مبروك عليك انت اخترقت وانت يعني مسكين مفيش حاجة تعملها وحتى الشركة الام اللي هي المنصة مفيش برضه حاجة تعملها اهدي ممكن اسامحك فيها انما الاختراق الاهبل اللي حكينا عليه في الاول لا اللينكات المبعوتالك لو مهم انك تفتحها ما تفتحهاش من جهازك الشخصي ولا من جهاز متصل بالشبكة اللي عليها جهازك الشخصي عشان ما يحصلش عدوى لباقي الاجهزة شوف كده جهاز متوحد متوصل بنت الوحد وخالص وماعلهوش اي حاجة تخاف عليها وافتح منه اللينك اللي انت عاوزه انما لو انت مسكين وفي الاساس جهازك الشخصي ماعلهوش حاجة تخاف عليها فممكن تروح تشوفه استنها يفاق واهبي سؤال من النقيب موسى ممكن تعمل حلقة عن الغواصات الالمانية في الحربين العالميتين زائد رمضان مبارك عليك في حلقة مخصوصة عن قصة صعود الغواصات في العموم ودورها في الحروب بالاخصة الحرب العالمية الاولى لانها يمكن السبب الرئيسي اللي خلى امريكا تخش الحرب مبروك الترقية في جيش المنتسبين يا سيادة النقيب وعلى ذكر الترقيات فأيمن عرباوي من اقدم الداعمين في القناة منتسب معنا للشهر الرابع على التوالي يعني هو الاقرب انه يتحول الى رتبة ملازم ملازم اول نقيب رائد والثلاث نجوم هيتحوله الى نصر ونضم إلينا جديد الملازم محمد والملازم ألصال ألصال سامحني مش عارف الاسم ده سندقته صحة ولا غلط ولكن عقبال الترقيات لك ان شاء الله ماذا يحدث اذا اعلنت الدولة افلاسها ده موضوع كبير ومعقد ولكن المختصر المفيد الدولة بمجرد ما تعجز عن سداد ديونها الديانة بياخدوا الضمانات اللي هم حطوها على القروض يعني مثلا انا اخدت قرد من روسيا بضمان منجم دهب معرفش اش يسدد الروسيا هتاخد منجم الدهب اخدت قرد من الصين بضمان ميناء بحري معرفش اش يسدد الصين هتاخد الميناء البحري اخدت قرد من الهند بضمان حتة أرض معرفش يسدد الهند هتاخد حتة الأرض وهكذا فانت هتقول لي واللي يكبر الدول على ان هي تاخد قروض بضمانات ما تاخد قروض من غير ضمانات وتخلص لا يا شيخ حمر مين اللي هيدي قرد من غير ما فيه اي حاجة تضمن له ان القرد ده يتردله الضمانات دي هي اللي تضمن لك ان اللي استلف منك يرجع فلوسه لان لو ما رجعهوش هيخسر الضمان اللي كتبه في العقد فمن مصلحته انه هو يرجع القرد وانت كده ترتاح نفسيا على فلوسك كده كده رجعه ولو ما فيش ضمان اللي استلف هيدوس على القرد ويقولك ما لكش حاجة عندي روح يشتكيني طب خدي كمان الدول دلوقتي بتطلع قروض بضمانات اغلى من قيمة القرد نفسه يعني انت هتدي قرد بمليار هتحدد الضمان قيمته 10 مليار بحيث انك لو ما رددش القرد بمليار ده بالفوايد مبروك علي الضمان اللي هبيعه ولا هستفد بيه 10 مليار وفي الحالة دي يا ريت ما يدفعش ويتعصر عشان اخد الضمان هي دي لعبة الدول حاليا في موضوع القروض ولو مش عجبك ما تقترتش مني يا عم وانا ضربتك على ايدك القروض دوامة كبيرة لو ما تمش حسابتها صح واول ما تعجز عن السداد كل الديانة بيخبطوا عليك علشان ياخدوا الضمانات الضمانات اللي في الغالب بتكون يعني حاجات حيوية جدا في دولتك وبتنتهب ان انت لما تخلى عن الضمان ده انت نفسك بتتدمر في حين انهم يتنغنقوا في العز بتاعك وده يا باشا كان اعلان الافلاس من منظور الديانة لانما من منظور الدول المدينة اللي هي اصلا كان عليها الديون ففيه اجراءات تاني كتير بتحصل فيها وغالبتها بتكون اجراءات راديكالية بتخصف بالدولة وبشعبها والكلام اللي احنا قولنا ده مجرد قشور هتتعمل حلقة في المستقبل على الموضوع ده الولايات المتحدة فشلت عسكريا واستخباراتيا في كوبا لا هي فشلت استخباراتيا بس السي اي اي اللي هو وكالة الاستخبارات الامريكية كان مضحك ساعتها كل العمليات اللي عملها فشلت فشل زريع عمليات كلها كانت مكشوفة ومعروفة للكوبيين والسوفييت وبالتالي كانوا دايما سابقين الامريكيين بخطوة يعني السوفييت والكوبيين كانوا عارفين اللي امريكا هتعمله من قبل ما تعمله وهو ده الفشل الاستخباراتي ولكن الموضوع لم يصل الى فشل عسكري لان امريكا ما تدخلتش عسكريا اصلا هي كانت نوية تبعت المارينز الهناك علشان تعمل تدخل عسكري ناجح يعوض الكسفة اللي عمليات الاستخبارات اتكسفتها ولكن الرئيس جون كيندي نفسه رفض خوفا من ان يحصل تصعيد في كوبا وتصعيد في الحرب البردة يعني نووي على طول وده فعلا اللي كان هيحصل لو كان المارينز يتدخلوا ومن انت فاكر ازمة صواريخ كوبا حصلت ليه ما بسبب ان كان فيه نية امريكية لتدخل عسكري في منطقة فيها عساكر سوفييت يعني صراع مباشر ولكن الحمد لله هذا الصراع المباشر ما حصلش لان حصل اتفاق سري ما بين رئيس جون كيندي ونيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد سوفيتي والموضوع انتهى بحيول سياسية بدل ما يتطور الموضوع عسكري هيحصل ليه لو مصر خلت تعاملاتها التجارية الدولية بالجنيه طب ما هي تعاملاتها التجارية الدولية بالجنيه فعلا انت لو دولة اجنبية وعاوس تشتري بضايع من مصر بتعمل ايه بتغير عملتك للجنيه المصري ومن الوحيد اللي يقدر يديك الجنيه المصري صاحب الجنيه المصري مصر ولكن فيه مشكلة مصر مش بتقبل كل عملات العالم هو عدد محدود من العملات اللي بتقبلها يعني ما يجنيش مثلا مواطن من دولة مش موجودة على الخريطة ويقول لي لو سمحت غير لي عملتي دي للجنيه ما طبيعي مش هقبل عملتك دي مش مضمونة يبقى ازاي اخدها وديك مكانها عملتي يبقى ايه الحل؟ الحل انك تغير عملتك للعملات اللي بتقبلها مصر اللي هم كتير بس اضمنهم الدولار عايز تغير لأي عملة تاني بتقبلها مصر مفيش مشكلة انت حر ولكن غالبية الدول بتفضل اللي هي تغير للدولار فانت تحول عملتك للدولار وتاخد الدولار وتطلع بيه على مصر وتبدله بالجنيه وتاخد الجنيه تشتري باللي انت عاوزه ولكن في بعض الحالات الاستثنائية اللي مصر فيها بتتعامل بالدولار مباشرة يعني احيانا مش دايما مصر ممكن تبيع بالدولار ولكن العرف السائد في غالبية معاملاتها الدولية هو الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي ومش مصر بس اللي بتعمل كده ده العالم كله بيعمل نفس الحركة ليه؟ علشان يحافظوا على عملتهم المحلية اصلي لو انت قلت بلاها جنيه ويلا نبيع بالدولار يبقى معلش يعني الجنيه هيبقى ملوش لازمة ولغيه في المعاملات الدولية هيتحول اوتوماتيك الى المعاملات المحلية وهيتلغي هو كمان ده حاجة مش بئدينا ده هو كده وبالتالي لو بيستخدم دوليا ولا بيستخدم محليا يبقى مش يستخدم خالص فيضيع الجنيه وينهار ويتنسي ويستبدل بالدولار تماما جوه وبره فتتحول سيادتك الى دولة من الدول اللي بتعتمد على الدولار بشكل اساسي اللي امريكا بتتحكم فيها على مزاجها اللي هو بالعربي يعني حضرتك هتتحول الى دولة تابعة الامريكا انت لازم تحافظ على قيمة عملتك انك تحافظ على استمرار الطلب عليها وتحافظ على استمرار الطلب عليها بانك انت نفسك تتعامل بيها اصلا معلش يعني لو انت مش وصق في عملتك لدرجة ان انت مش راضي تتعامل بيها اصلا وتتعامل بالعملات الاجنبية يبقى زي الغريب هيصق فيها هيصق في العملة بتاعتك أردت أن تتعامل بالدولار؟ لا يوجد مشكلة ولكن ما هي التعامل الأساسي؟ هذا أكون بعض الحالات الاستثنائية و juste في العملة المحلية لماذا تصنيف الروسيا أقوى من الصين في القوى العسكرية? مع أن الصين أفع أكثر في المجال العسكرية الفلوس الذي يستطرف على الجيش هو مجرد جانب واحد من الجوانب الذين يتم تحديد قوة الجيوش هناك العشرات الجوانب الثانية الذين لا يوجد علاقة بالفلوس والذين يمكن أن يكون أهم من السرف والفلوس على الجيش يعني مثلاً الخبرات الضباط الروس مستحيل تلاقي حد في العالم يتفوق عليهم في الخبرات إلا الأمريكان ليه؟ بسبب الحرب البردة دي حاجة ما تقدرش تشتريها والتضاريس الجبال وهلداب والسهول اللي بتمثل دروع طبيعية ضد الأعداء ما تقدرش تشتريها الموقع الجغرافي ما تقدرش تشتريه موقع العاصمة المميز اللي بيحميها من الغازو برضو ما تقدرش تشتريه يا راجل ده العاصمة موسكو ليها تاريخ مشرف ضد الغزاء في حين إن العاصمة الصينية كان الإنجليز في حرب الأفيون كل يوم يخشوها واليابانيين كانوا برضو كل يوم يخشوها اللي هو سدح مداح فتعاوز تقارن موسكو ببكين من حيث التحصين وغيره كتير من الصفات اللي موجودة عند روسيا ومش موجودة عن الصين وغير قابلة للشراء حتى بعض الصفات القابلة للشراء روسيا أفضل فيها زي مثلاً الترسانة النووية روسيا معاها أكبر ترسانة نووية في العالم والسروات الطبيعية الفحم والبترول والغاز الطبيعي والسروات المعدنية كل دي عوامل مش تقدر تشتريها ولكن إنك تمتلكها من الأساس على أرضك ده بيديك قوة يعني مبالغ فيها وبيكسبك بونت في الترتيب أقوى جيوش العالم وده ما يمنعش برضو إن الصين عندها مميزات تتفوق على روسيا بس روسيا عندها أكتر ما عندهاش فلوس الصين ولكن عندها الأهم من فلوس الصين أنصحك تروح على موقع جلوبر فاير باور وتخش على الجيش اللي أنت عاوز تشوف قوته أنت ما كنتش متخيل إنها لها علاقة بتصنيف الجيوش الصرف عامل مهم ماشي ولكن مش الأهم وشكرا جدا ليك على الهدية يا محمد الفارسي عندنا هنا محمد الخليفة بيحتفل معنا بترقيته لردبة ملازم أول بإيموجي هتلر الحلقة اللي فاتت واحد كان بيحتفل بستلن ودلوقتي حد بيحتفل بهتلر يا ماشاء الله يا زين ما اخترته يا أخواننا ولكن معزورين من اللي حضط لكم الإيموجيز دي وألف مبروك الترقية يا سيادة الملازم الأول محمد خليفة شكرا ليك يا فصل على الهدية كيف تسيطر تايوان على العالم بالرقائق الإلكترونية هل يعتبر هذا احتكار؟ احتكار ليه؟ هي ضربت حد على إيده علشان يشتري منها؟ ما هو ما فيش بدائل غيرها أو بمعنى أصح يعني ما حدش بكفاءة تايوان عارف يخش مجال الرقائق يعني فيه منافسين فعلا بس الناس هم اللي بيسيبوا المنافسين ويروح يشتروا من تايوان زنبها ايه تايوان؟ ان جودتها عالية الاحتكار هو انك تكبر الناس ان هم يشتروا منك بانك تقضي على المنافسة بطرق غير أخلاقية وازاي الكلام ده بيتم بانك تقضي على المنافسين يطلع منافس أقوى منك فتروح انت تشتري الشركة بتاعته بالعافية قبل ما تكبر علشان لو كبرت هتحط عليك ومش هتقدر تشتريها أو تعمل أي طريقة من الطرق القانونية الغير أخلاقية علشان تقضي على شركتهم اللي هيبت نفسك يعني حيث ياتفية للأخلاق كثير ده مش بس في مجال الاحتكار ده في مجالات كثير جدا القوانين دي كلها قوانين بشرية يعني فيها صغرات ومشاكل بالعبيد القوانين الالهية بس هي يلي فيها مشاكل't leave or not صغرات بس طبعا قليلين اللي بيمشوا عليها غالبية العالم بيفضل القوانين البشرية وسواء بالقوانين البشرية او بالقوانين الالهية فتيوان مش محتكرة اي حاجة والمنافسين هم اللي مش قادرين يوصلوا لجودتها طبعا ده بناء على المعلومات اللي احنا نعرفها يمكن ما خفية كان اعظم ولكن لو ظهر منافسين وهي حربتهم بطرق غير اخلاقية ساعتها ممكن يكون لنا كلام تاني عايش في المانيا من تسع سنين واذا نتقطب اسم هتلر هتاخد مخالفة ده في لبس كبير جدا 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 حصل الحلقة اللي فاتت حلقة الاسئلة اللي فاتت يعني فيه شخص قال لي ان تماثيل هتلر لسه موجودة في المانيا لحد الان والالمان بيحترموه وبيقضروه بصفته يعني باني دولتهم الحديثة ولكن كل حبيبنا المتابعين من المانيا نفوا تماما حاجة زي كده مفيش حاجة اسمها تماثيل هتلر هناك ولا هم بيحبوا ولا بيعتبروه باني ثورتهم الصناعية كل ده هكس مفيش منه وده اللي انا حاولت ألمح لي لحالة اللي فاتت بس ما كانش عندي ما يكفي من المعلومات ان انا اكد حاجة زي كده خصوصا ان صاحب السؤال بيقوله ان هو عايش في المانيا فصباح الفل يعني هكدبه هو وصدق نفسي المنطقي ان هو يكون صادق فالناس اللي عايشين في المانيا بجد نفوا كل الكلام اللي اتقال ساعتها شكرا ليكم جميعا على التصحيح والكومنت اللي بيصحح ده يدوب كومنت واحد من وسط عشرات الكومنتات اللي نفت تماما حاجة زي كده وبسكا ديكت كل حاجة لحلقة النهوضة ايه اتعجبتكم الحلقة دي مستشوى عن لايك شراك في القناة لو عندك اي سؤال سألوني تحت في التعليقات وان شاء الله اجواب عليه في حلقة تلسلة اللي بنعملها كل اسبوع ولو اعجبتكم الحلقة دي تشاهروا مع صحابكم وشكرا